إدانة فلسطينية لقرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن قرار غلق مقر منظمة التحرير سيعلنه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في كلمة سيلقيها أمام جماعة محافظة في واشنطن في أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه من جانبها أكدت السلطة الفلسطينية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغتها بأمر المقر وبشكل رسمي هذا الإغلاق وصفه صائب عريقات أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنه خطوة تصعيدية والتي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي لحماية الاحتلال وجرائمه عريقات شدد على استمرار المصاري القانوني والسياسي وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال فلسطينيون اعتبروا القرار أنه يأتي استمرارا لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدأت بإعلان نقل السفارة إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة